أخي الراكب أخي الراكب أخي الراكب قلتك يا زمن حاضر ماضي مستافل أخي الراكب أخي الراكب لا بتقوله أنت زمن كايتون أخي الراكب على أي زمن طالع معلم أخي الراكب أنت وحظك باشا الموضوع بيطمت العشوائية إن شاء الله أخي الراكب ساعة بس ترجع بدك ترجع بس ساعة واحدة إياك الرحلة طيب بركي طلعت بزمن كله مجاعات وحروب وأو بي أو ليش في زمن أبشع من هالزمن لك أخي يلا لا تقوله أنت زمن كايتون طالع ملك طالع أخي يلا طالع يلا طالع يلا يلا عمت مساءً عمت مساءً أنا أبو نوح بشر بن حسن الجهابذي من أنت؟ أنا أبو حميد حمادة الدرويشي صلي ثلاثة أربعة ساعة أتمشى ولا في أي زمن نحن إن شاء الله لا تقولها نحن في العص الزهبي للإسلام إنه هو الزهبي دولتنا أغلى دولة في الدنيا وأكثرها اتساعاً وتطوراً وغنى لا حول ولا قوة إلا بالله لك ما لي حظ ما لي حظ أنا ما لي حظ ما بالك يا حمادة؟ لك شو ما بالي يا أبا نوح ما بدي يرجع على زمني زمننا بيبكي نحن خليني بهذا الزمن دبرني لا ما قاعد معي كم دقيقة قالوا لي معك ساعة بس بالله يدبرنا لا أقول تعرف حدا أهود ولا هون القصر الخليفة ساكلتك أمك دبرني ولا مو يكتنقى ساكلتك أمك ألبتاً نعم شو أنا حكي لك محب أن تبقى يا حمادة ولله شو كلكم مرتاحين أنتو بهات الزمن زمننا بيبكي بيبكي يعني أو بيئة أو مجاورة على عيني ولكن عندي ثلاثة عشر رجلاً من زمنك ومن زمن بعد زمنك ولاك واحد على الصقيفة أخل لك ذلك أهلين وزهلين ومئة مرحبتين بأحبائي المتابعين والمتابعات قلوا لي يا حلوين من أين الله جابكم كانت أكبر مدينة بالعالم بعصرة ذهبي اعتبروها مركز العالم وأعجوبة البناء أعظم البلدان التي ليس لها مثيل لا في الشرق ولا في الغرب كتبوا القصائد عن روعة الحياة والسكن فيها وللأسف كتبوا كمان قصائد عن دمارة بغداد المدينة التي يعتبروها المختصون الأكثر رمزية ومثالية من بين كل المدن العربية والإسلامية بتقول لك الحكاية أنه كان في رضيعين متروكين بالبرية تركتهم أمهم لأنه كان في عليهم النبوء خطيرة كانوا رح يموتوا من الجوع لولما أجت ذئبة ورضعتهم بعدين لقاهم راعي أخدهم هو ومرته ورباهم لحتى كبروا وقتلوا الملك الظالم وأسسوا مدينة عظيمة هدول الرضيعين اسموا رومولوس وريموس أبناء إله الحرب مارس والمدينة العظيمة اللي أسسوا هي روما يا حمادي وهالذئبة والرضيعين وين منشوفون على شعار نادي روما افسي روما دبع جوزي مورينيو شوفوا الجابد مؤسس عبغداد الحلقة حمادي الفكرة هون أنه المدن العظيمة دائما تأسيسها بيرتبط بقصص تخلط بين الحقيقة والخيال والأسطورة تحكي لك عن عظمة المدينة خصوصية المكان تبعها وزمان بناءها وهالحكي ينطبق على روما على القسطنطينية على الإسكندرية أهم مدينة بناها الإسكندر المقدوني وتماما مثل ما عبت وحمادي بغداد كمان اللي بناها الخليفة العباسي الثاني عبدالله أبو جعفر المنصور ممكن تسألني شو هي القصة الأسطورية تبع بغداد هل كمان فيه ذئبة ورضيعين؟ بلك لا قصة بغداد مختلفة بتقول للقصة أنه ببداية الدولة العباسية كانت العاصمية بمدينة صغيرة اسمها الهاشمية عظيفة في نهر الفورات بس الخليفة المنصور ما كان مرتاح ما كان حاسس بالأمام باي المدينة ما كان حاسسها بتعبر عن عظمة الدولة الجيدة اللي عم يخطط يبنية وبلش المنصور يجو بالعراق وجيئة وذهبا بحثت عن المكان الأفضل ويبدك تعمل عاصمتك يا أبو جعفر يا منصور مدينة كبيرة ستكون من أعظم المدن بالدنيا المنصور انبسط قال الحالو شكلي أنا المقصود باي الحكاية من الأسطورة هاي ابنولي هون لأشوف مدينة وألقى خطابه المشهور اللي بيقول فيه هذا موضع صالح وهذا تجلى ليس بيننا وبين الصيني شيء يأتينا فيه كل ما في البحر وتأتينا الميرة من الجزيلة وأرمينيا وما حول ذلك وهذا الفورات يجيئ فيه كل ما في الشام والرقة وما حول ذلك وبتقول القصص أنه جلب أمهر البنائين والصناع من كل ألحاء الدولة لحتى يبنوها بيقول البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد أنه المنصور اعتمد على مجموعة من المنجمين مشان يحددو له إمتى يبدأ بناء وحددو له يوم 26 ربيع الثاني عام 145 الهجرة يعني 23 تموز يوليو عام 762 ميلادي يعني تقريبا قبل 1260 سنة من تاريخ اليوم واقترب منه أحد المنجمين وقال له أبشر يا أمير المؤمنين أكرمك الله بخلة أخرى من دلائل النجوم لا يموت فيها للمدينة خليفة من الخلفاء أبدا ومشان تكون المدينة عصية على الأعداء ورد بالأثر أنه المنصور جلب لها أبوابا حديدية من صناعة الجان هاي البواب كان النبي سليمان قد سخر الجان أنه يصنعوها لحتى يصنع فيها أسوار لمدينة أسطورية اسمها زندوارد طبعا ما راح ندقيق كتير باي الأحداث إنه من الواضح اختلاط الأساطير بالحقيقة وهدف الإخباريين من ناكلها الحكاية والأصص هو أن يقولوا لك أنه بغداد مدينة استثنائية في الدائرة بنى جامع كبير وبنى المنصور قصره المسمى بقصر الذهب بمنتصف الأصر في قاعة كبيرة إلى قبة خضراء فيك تشوف منها القادمين من وراء الأسوار إلى بغداد وحوالين قصر المنصور بنيت قصور لكبار موظفي الدولة والأمراء وجهاز الإدارة تبع الدولة كلها يعني فيك تعتبر إنه هاي المدينة المدورة كانت مثل العاصمة الإدارية ومع مرور الزمان توسعت المدينة وبنيت أحياء جديدة شي على ضفة دجلة الشرقية وشي على ضفة الدجلة الغربية وصار كل خليفة جديدة يبني قصور جديدة مثل قصر السلام اللي بناها المهدي وقصر القرار اللي بنته زبيدة زوجة هارون الرشيد ولاحقا صار مقر ابنها الأمين ولاحقا قصور ثانية مثل قصر التاج ودار الشجرة اللي بناها الخليفة المقتدر إنه كان فيها شجرة أغصانة من الذهب والفضة وبقلب كل أصر كان في حدائق فيها غرائب النباتات والحيوانات وغيرها من الأشياء الغريبة اللي كانها لذاك الزمن يستغربوها وحول هاي القصور كان يصير توسعات وأحياء وضواحي جديدة مثل الرصافة والكرخ والشماسية وغيرهم وكبرت المدينة كتير وصالت أزقتها وأحياءها بالمئات درب الزعفران درب السليمان باب المراتب المأمونية كل محلة من هالمناطق هذول كان فيك تعتبرها مدينة صغيرة وكل حي في مئات الأسواق والمساجد والحمامات وكان عدد سكانها التجمع الحضري وفقا لتقديرات المؤرخين بعصرنا اليوم بيوصل لحوالي مليون نسمة وهالشي خلى بغداد تكون أكبر وأهم مدينة بالعالم بهذاك العصر يعني كانت متل ما بتقول المؤرخة الفرنسية فخانسواز ميشو مدينة عالمية فيها سكان عرب وفرس وترك وكرد وأفارقة وبيجي عليها مهاجرين من كل أنحاء الدولة بسبب فرص العمل والدراسة وبتستقبل سكان من أكتر من دين ومن أكتر من ثقافة اللغة العربية كانت فيها لغة أساسية بس أنت ماشي بالشارع كما ممكن تسمع تركي أو فارسي أو غيرهم ولحتى يتم تموين هذا التجمع البشري بالأكبل والبضائع بيقول المؤرخ البريطاني هيو ان كندي أنه طورت بمنطقة الجزيرة يعني بين دجلة والفرات اللي موجودة اليوم بين العراق و سوريا أراضي زلاعية وشبكات ري وشبكات مواصلة تجارية كانت تتأمن كل احتياجات هالمنطقة هاي من البضائع حتى كانوا يجيبوا من الصين ومن غيرها من كل مكان معروف في ذلك الزمان جميل هالحكي يعني كانت متطورة عمرانيا بالقصور والأبنية وبس ما أكثر من هيك له يا حمادة في حركة فكرية مهمة كتير صارت ببغداد من وقت ما تأسست ارتبط اسمها مع الفكر والكتب والعلوم وعاشوا درس فيها علماء أكبار باللغة والفقه والموسيقى والرياضيات وغيرها وبنيت فيها المدارس والمكاتب العامة والخاصة ويمكن أشهرها مكتبة بيت الحكمة اللي تأسست بعصر الخليفة هارون الرشيد وبسبب الانتاج الفكري الكبير المكتبات الضخمة حركة الترجمة الكبيرة اللي اتسعت بعد بناء المدينة بشوي من أيام الخليفة المنصوري اللي اهتم بالترجمة وخاصة من اليونانية وكان كتاب العناصر أو الأصول لعالم الرياضيات الأغريقي إقليدس المسمى بيابو الهندسة من أول كتب اللي حصل عليها المنصور وبدأ بترجمتها وكان هالحكي فاتحة لحركة ترجمة عظيمة كبيرة ترجمت تقريبا كل الكتب العلمية اليونانية اللي كانت موجودة وهذا الحكي قدى لحفظ التراث اليوناني بوقت كانت في الامبراطورية البيزنطية اللي المفروض تكون وريثة اليونانيين عم تحارب الفكر اليوناني على أساس أنه وثنية بالإضافة لليوناني تم ترجمة كتب شيء عن الفارسي شيء عن السنسكريتي يعني الهندي شيء عن السرياني وغيرهم وبإن المؤرخ ديمتري جوتاس من جامعة اللي يعتبر من أهم المختصين بحركة الترجمة من اليونانية للعربية أنه حركة الترجمة هيك كانت مشروع كبير كانت استمر لعدية قرون مو شغلة هيك إجت على هوا الخليفة المنصور لفترة وراحة أو نتيجة حلم شاف والخليفة المأمون مثل ما بيقولوا أحياناً ولأنه كان في حاجة لنقل وإنتاج المعارف وكان في طبقة من العلماء والكتاب والوراقين مهتمين بهذا الموضوع الموضوع كبير يا حمادي وانت قاعد الخلاصة ومثل ما بتقول الباحث الإيطالية لتيسيا أوستي المختصة بالكتب والمدارس البغدادية بالعصر العباسي أنه كان في حالة بذاك الوقت بين الناس تسمى حب أو عشق المكاتب والكتب بيبليوفيليا وأنه كثير من الناس وخاصة الميسورين منهم كانوا يتفخروا بجمع الكتب وأعداد الكتب يلي عندهم طريق التنظيمة وهنا نحكي عن المكتبات الخاصة الأفراد يعني مثل مكتبة أبو بكر الصولي الشاعر والمؤرخ ومنادم لخلفاء ولعب الشطرنج اللي درستها الباحثة والصولي كان عنده مجموعة كتب وكثير منها عليها ملاحظاته كتاباته وتفريغ المحاضرات يعني الأخ كان عدي يعمل مثل ما بتعمل اليوم انت يا حمادي على الايباد حتى أنه يعتبر هذا الزلمي أول من ألف كتاب علمي بيناقش نهايات لعبة الشطرنج كيف تنتهي اللعبة؟ كيش ملك؟ احتمالات ومرة كان الصولي دا يخلقه أم ألف مسألة شطرنج سماها جوهرة الصولي ضلوا لاعبي الشطرنج ألف سنة عم يحاولوا يحلوها وما أدروا هيك لوصلنا إلى القرن العشرين إلى 1900 ولاعب الشطرنج الكبير اللاعب الروسي يوري أفرباخ طبعا الحياة ببغداد ما كانت مثالية أحيانا كان يصير مشاكل بين السكان بين الأثنيات بين الطوائف وظهروا العيارين والشطار اللي يشتغلوا بالسرقات وطالبوا بالإتاوات ووصلت معه الأمور أحيانا لأنهم يمسكوا السلطة بالمدينة وهذا غير الكوارث الطبيعية والحرائق والمجاعات والأو بي آي اللي صارت عدة مرات بالمدينة بس الأهم من هذا كله أنه استقرار مدينة بغداد وأمنها كان مرتبط بشكل مباشر بالوضع السياسي للدولة العباسية بما أنه بغداد كانت عاصمة الدولة ومركزها مشاهنين كان كل ما يصير مشاكل وحروب بغداد تضرر وأول مرة تضررت وصار فيها حرائق ودمار كانت بالحرب اللي صارت بين الأمين والمأمون والخلفاء الاثنين العباسيين يعني بعد أقل من خمسين سنة على بناءها ومع ضعف الخلافة بدأ وضع المدينة يتراجع وهالتراجع وحتى الخراب منشوفه واضح بكتابات الرحالة بين جبيري اللي زار بغداد بنهاية القرن الثاني عشر وتفاجأ أن الحالة مو متل ما لو متوقع طبعا لاحقا ساق وضع المدينة كتير بعد دمار على يده لاكل مغولي وبعد بشوي وحتى ما لحقت انتعش إجا تيموردنك ودمرة مرة تانية وإذا منشوف شو كتب المؤرخ المصري المقريزي اللي مرأ على بغداد بعد ما دمرة تيموردنك بشوي منشوفه أن الوضع كان كتير حزين وتعبان وبالعصر العثماني صارت بغداد عاصمة إقليم صغير كتير على الحدود مع بلاد فارس وكانت حالتها مو من أحسن ما يكون أحيانا أن يكون الوضع فيه سيء وتعبان متل لما مر فيه الرحالة الفرنسي جان باتيستا فيغنرق سنة 1652 وقدر عدد سكانها بحوالي 15 ألف نسمة متخيل يا حمادة؟ متخيلة يا سعاد؟ من مليون قبل الغزو المغولي لـ 15 ألف؟ أحيانا كان يتحسن وضعها شوي متل لما صارت مركز لدويلة مبلوكية قوية ضمن ولاية العراق العثمانية بس القرن العشرين جاب تحسن كتير كبير لبغداد لأنه صارت عاصمة دولة العراق المستقل وصارت فيه كل مؤسسات الدولة الحديثة جامعات ومكتبات ومؤسسات وضواحي سكنية بس للأسف متل ما بنعرف كلاياتنا أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين اللي نحن فيه هلا كان صعب على بغداد وعاشت من جديد حروب ودمار وما قدري ترجع تقوم نسبيا إلا بالسنوات الأخيرة بالنهاية يمكن اليوم ما بقي شيء من آثار بغداد العمرانية المبهرة كل شيء تدمر عبر التاريخ بس كتب التاريخ والأدب عن بغداد مع باية بالمئات كيف الحياة كانت ببغداد شو وضع بغداد شو شكل بغداد مشان هيك بيقولوا الباحثين أنه هاي الكتب هي الآثار الباقية الحقيقية عن بغداد لهذا السبب إذا حابين تعرفوا أكثر عن بغداد ما عالكون غير نكون تروحوا تقرؤ أكثر عنها الشغلة الثانية اللافتة هو أنه بالرغم من النبوءات والأساطير اللي أحاطت بالمدينة وأنه حتكون مدينة محمية وما حيموت فيها أي ملك ومسورة بأبواب خرافية بناها الجن من مدينة زندورد إلا أنه كل هذا الشي ما حمل مدينة لن نصراع على السلطة ولا من الغزو الخارجي بل أنه حتى مركز المدينة تدمر ونقتل فيها الخليفة الأمين بعد حوالي خمسين سنة من بنائها وهم بقى يراودوني سؤال أنه كيف فينا عن جد نحمي مدننا وبلادنا؟ كيف نحميها من الأعداء ونضمن فيها الازدهار والاستقرار؟ هل بتنفع الأساطير والأبواب العملاقة اللي بنوها الجان؟ ولا لازمنا شي تاني مثل الحكم الرشيد؟ شو لا يكونوا أنتو بها الحكي؟ جابونا على هذا السؤال بالتعليقات وإذا حبيتوا الحلقة أعطونا لايك أعجاب وشاركوا الحلقة بين أصدقائكم واشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس وشوفوا حلقات السابقة ونتظروا حلقات القادمة إلى اللقاء